تم نشر فيها الطيران التكتيكي لأنناتو والتي يمكن أن تضرب أراضينا حتى وصولا إلى بولغاقراد أنا هنا متواجد في بولغاقراد مباشرة نسألت نفسي ليش واي ووش السبب وبرضه أسئلة كثيرة تطرح كل العالم يتكلم عن المشاكل التي تحدث في أوكرانيا اشتركوا في القناة كان الكثير من العالم لا يستسعى ثامي الأزين سوف نعمل لكي زكيت كذلك نعمل لكي زكيت جديد تتركوا في القناة انت انت مباشرة انت كتلك تلاحظوا البعض اشتركوا في القناة بل عادة قنات هي بمجرد مغامرات بس هالمرة راح اغير الى سياسة شرين على مدى التوتر المتعلق بالاسنة الاوكرانية تظل كل الخيارات مطروحة جيشين الاوكراني والروسي من يقدر على حمل السلاح فلينضم الينا ومشكلة اوكرانيا انها واقعة بالوسط بين روسيا والتحالف الناتو سنوم باي بيدي اورا 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 احيانا نضطر ان احنا نرجع في التاريخ الى الخلف حتى نفهم اشياء كثيرة وهو عندما كان الاتحاد السوفيتي تدو قوة عظمى في العالم وقتها الاوروبيين بلأت تفتح انابيب غاز مع روسيا وإلى يومين هذا هو روسيا بشكل اكثر تتوسع في العالم وصار الغاز الروسي ورقة ضغط على اي قوة تريد تضع عقوبات على روسيا باختصار شديد المشاكل اللي قاعدة تصير حقيقة هي بسبب الغاز الروسي المسيطر على اكثر دول اوروبا وواحد من الانبوبات الغازية ترتد تحت اوكرانيا وهذا الانبوب تقريبا يمد روسيا باربعين بالمئة دخل لها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نظر 短 Ciao في المواقف بأنه ملعبات على الإخوة مرحباً بالعمل من المعرفة من التالينغرد إلى برلين ومن المواقف برولة ومن المواقف برحمة الملعبات وصفهم بمجتمع من نوعاتهم حسب كنفة الإخوة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة